وللحديث عن انتشار الكوليرا في واسط ومخاوف من انتشاره في كل محافظات العراق بسبب التلوث ينضم إلينا عبر سكايب من لندن خصائي طب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري أهلنا بك دكتور عرفان معنا يعني من جديد مع الأسف تضرب الكوليرا العراق بعد انتشارها منتصف العام الجاري السؤال هنا لماذا هذه المرة ينتشر المرض في واسط على وجه التحديد؟ تحية لك أخي العزيز ولجميع المشاهدين الكرام مدينة واسط أو محافظة واسط هي محافظة عراقية حاهر حال بقية المحافظات الكوليرا موجودة بالعراق من عام 1966 يعني هذا المرض هو أصلا موجود بالعراق سابقا شهد العراق تفشي وبائي لهذا المرض بين فترة وفترة خلال الفترة الواقعة من بداية السبعينيات إلى 2003 كنا نشوف كطالب طبية عندما كنت في كلية الطب كنا نشوف ما كنا مشتنا في الكلية حالات الكوليرا في البلد وهذا بمعنى أنه كانت هناك برامج متعددة للسيطرة على انتقال هذا المرض من شخص إلى آخر المحافظات التي كانت هي المحافظات الوسطى والجنوبية والتي على حوض نهل الوحفرات هي كانت المحافظات التي تتأثر بهذا المرض الآن أصبحت المحافظات الشمالية أيضا أصيبت بالكليرا مثل السليمانية صارت به إصابات والآن بدأت في محافظة واسط منظمة الصحة العالمية من عام 2015 رتبت برامج متعددة لمكافحة هذا المرض في العراق كانت هذه الحالة حالة نادرة قبل 2003 لكن دكتور عرسان كيف ينتشر مرض الكوليرا في العراق بعد مكافحته والقضاء عليه في فترة ما قبل الاحتلال كما تعلم الكوليرا هي عدوى حادة تسبب الإسهال بعد تناول الأطعمة وشرب المياه الملوثة حسب منظمة الصحة العالمية الكوليرا يعتبر مؤشرا على انعدام المساواة وانعدام التنمية الاجتماعية انعدام المساواة بالعراق عدم وجود نظام صحي وقائم متكامل للحد من انتشار الأوبيب بصورة عامة لا توجد تنمية اجتماعية صحية وثقافية أيضا كثرة الأماكن التي تحتوي على النازحين وافتقارها إلى مستلزمات الوقاية الصحية اللازمة لحد الانتشار من هذه الأمراء عدم ثقة المواطن العراقي بالمستشفيات الصحية ومؤسسات الصحية الحكومية وهذا واضح جدا بل أن أكثر السياسيين الحاليين أشاروا إلى أن العراق هناك فرق في العراق فرق شاصع ما بين ما قبل الاحتلال وما بين ما بعد الاحتلال في توفير الخدمات الصحية الزيادة العشوائية للسكان بدون تخطيط صحي ووقائي مع عدم استيعاب الزيادة في عدد الوافدين إلى العراق بدون فحوصات هذه كلها عوامل إضافة إلى التلوث إضافة إلى عدم وجود ثقافة في المجتمع دكتور أرفان هل هناك مخاوف مثلا من انتشار المرض مرة أخرى في العراق من واسط خاصة مع تزايد معدلات التلوث في العراق الناجمة عن التغيرات المناخية هل هناك احتمال مثلا في أن يتمدد المرض وينتشر في محافظات أخرى هل هذا وارد؟ وارد جدا هذا هو ما نسميه مرض انتقالي يعني هنا في بيطانيا مثلا يعتبر من الأمراض التي يبلغ عنها إذا شتناها عد مرير الأمراض الانتقالية سميت بهذا الاسم لسرعة انتقالها بين أفراد المجتمع بسبب عدم وجود أسباب للوقاية منها ولهذا فإن هذا المرض إذا ما تمت الصيدرة عليه خلال هذه الفترة فسيشاهد العراق الصيف ثقيل جدا في 2023 ما لم تتخذ الإجراءات السريعة ضده طيب هل ترى مثلا أن الحكومة في بغداد خصوصا وهي تشاهد ما يحدث في واسط وانتشار لهذا المرض هل ترى أن الإجراءات والتدابير اللازمة تتخذ فعلا من أجل وقف انتشار الكوليرا في أموم العراق؟ هل هذا يحصل؟ المشكلة أنه بعض مسؤولين وزارة وزارة الصحة لا يفتقرون إلى الشفافية في تحديد الإصابات في تحديد عدد الإصابات يعني يصير عندك إصابة بالمرض الكوليرا ما يقول عليها كوليرا يقول عليها مثلا التهاب الأمعان هذا أدى إلى انخفاض حالات مسجلة ولكن هناك حالات كثيرة بسبب هذا المرض المرض هذا الحكومة الآن مشغولة للأسف بأموره المحاصصة اللي جاء بيها المحتل ما يهمها نظام صحي وقائي ولا يهمها ثقافة مجتمعية لأن عند إصابة أي واحد من المسؤولين كان يطلع خارج العراق للدولة اللي يجع من حدها ويتعالج الكادر الطبي والصحي اللي موجود بالعراق والمواطن العراقي هم من يدفع الثمن بسبب انتشار الأوبيئة وضمنها مرض الكوليرا المنظومة الصحية بالعراق منهارة بعد 2003 لا توجد خطط صحية صحيحة لبناء مستشفيات حكومية مواكبة للتطور في العالم وهذا يجعل أن المرض رح يكون بسبب أو مرض أثرة كثيرة على السكان ويسبب دمار مجتمعي مع وضع العراق في قائمة الدول المحظور السفر إليها رح يصيب إذا صار هذا المرض يعني رح نتساوى للأسف ومع احترام لدول الأفريقية رح نتساوى مع دول جنوب أفريقيا يعني اللي كثير من عدهم يعني عدهم أمراض متانتقالية كثيرة وبالتالي هذا يعني واحد من الأسباب يعني هذا واحد رح يأدي إلى انهيار الواقع الصحي في العراق شكرا جزيلا لك دكتور عرفان يونس الشمري أخصائي طب الطوارئ كنت معنا عبر سكايب من لندن شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك